الإنسان قلت لكم قبل هذا إذا تعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقات يحفظ نفسه من هذه الضلالات ومن كلام أهل الضلال حتى الذين ينتسبون للإسلام أما الذي لا يتعلم يكون في خطر إذا سمع لهذا قد يأخذ منه كما قال سيدنا علي رضي الله عنه قال الناس ثلاثة عالم رباني أي عالم تقي أخذ علم الدين من أهل المعرفة الثقات بالتلقي بالمشافهة واتقى الله أدى الواجبات واجتنب المحرمات فيقال عنه عالم رباني هذا الأول الصنف الأول قال عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاح يعني إنسان هو طالب علم يريد النجاة يطلب علم الدين بإخلاص من أهل المعرفة الثقات قال وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح همج يعني كثير من الناس مختلط رعاع السخفاء يميلون مع كل ريح يطبعون كل ناعق يعني يمشون مع الشخص لمجرد أنه مثلا يكثر القصص ما عنده علم لكن يحكي القصص لجهلهم يمشون خلفه لجهلهم يصدقونه ليس هكذا يطلب علم الدين يطلب من أهل المعرفة الثقات هذا الذي تحدثت عنه كان رئيسا لحزب من الأحزاب التي يقال عنها إسلامية الرسول قال في هذا الحديث والماحي الذي يمحو الله بي الكفر الذي يمحو الله به الكفر يأذن به هؤلاء يحرفون دين الله لكن حين أقول هؤلاء يحرفون دين الله من الذي يعرف أنهم يحرفون دين الله الذي تعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقات ليس يطالع لنفسه في الكتب الكتب فيها الغث والسمين فيها الصحيح وفيها الباطل الذي وصل في العلم إلى درجة أنه يميز من أهل التمييز هذا يقرأ في الكتب العالم يقرأ في الكتب يعرف الصحيحة ويعرف الباطل يميز بين الصحيح والباطل هذا يقرأ حتى ينفع الناس حتى يحذر الناس من الفساد وحتى يعلم الناس هذا حق وهذا باطل هذا موافق للشرع هذا غير موافق هؤلاء هذه الجماعة جهال لا يتعلمون علم الدين ويظنون أنهم هم قادة المسلمين مرة عملوا فتوى بوجوب الزكاة في الدجاج وهذا لم يقل به مجتهد من المجتهدين الزكاة في شريعة الإسلام في البهائم في الإبل والبقر والغنم هؤلاء زادوا الدجاجة له هذا الشخص كتاب سماه ندوات الأسر في هذا الكتاب ضلال مبين والعياذ بالله يقول عن الرسول وعن هؤلاء الذين هم من أهل الضلال الذين ذكرتهم يقول كلا الفريقين متدينان حتى إنه يقول في بعض المواضع غير هذا الكلام من الفساد أيضا يقول أيضا عبارة أخرى يقول عن الرسول وعن الكفار يقول وروح التدين يجمع بينهما الكافر يقال فيه روح التدين ولياذ بالله من الجهل وفيه غير هذا فيه أيضا هذا المؤلف يقول الرسول الرسول منع من تقبيل اليد وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قبلت يده ورجله ورأسه ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن وفدا من الأنصار أربعة عشر رجلا من الأنصار جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده ورجله الرسول كله باركة كله مبارك يده مباركة قدمه مبارك شعره مبارك كله مبارك عليه الصلاة والسلام والصحابة أيضا كان عندهم التقبيل عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغيرا فقبل زيد بن ثابت وهو من علماء الصحابة الذي هو من علماء الصحابة قبل يد عبد الله بن عباس لأنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل البيت والرسول لما كان يذهب إلى فاطمة كانت تقوم إليه وتقبله وتجلسه في مكانها وهو عليه الصلاة والسلام لما كانت تذهب إليه فاطمة يقوم لها هذا دليل على جواز أن يقوم الأفضل للمفضول والمفضول للأفضل يجوز ذلك يعني إذا قدم مسلم إلى مسلم هو أفضل منه فقام له يجوز والعكس كذلك وهو لما كانت تذهب إليه كان يقوم الرسول إليها يقبلها عليه الصلاة والسلام ويجلسها مكانه وسيدنا علي رضي الله عنه قبل يد العباس ورجله علي قبل يد العباس ورجله وقال يا عم ارض عني مع أن ما بين علي والعباس مراتب كبيرة يعني فرق بين علي والعباس علي أفضل من العباس بكثير رضي الله عنهما مع ذلك علي لأن العباس عمه قبل يده وقبل رجله وقال له ارض عني يا عمي هؤلاء يحرفون شريعة الله هذه الجماعة وكذلك أدعياء السلفية المشبهة المجسمة نفات التوسل يحرفون ترجمة نانسي قنقر